في حلو خل الشعب يبني دولته لم تكن ثورة الحادي عشر من فبراير لحظة طارئة ولا موجة عابرة في حياة اليمنيين إذ سبقتها إرهاصات ضرورية وحتمية لتفجر الثورة كان هناك ثالث يضرب اليمن من أقصاه إلى أقصاه حيث نشاط تنظيم القاعدة تجاوز الحدود المحلية والإقليمية فحادثة الطرود المشبوهة وكذلك المحاولة الفاشلة للنيجير عمر فاروق بتفجير طائرة فوق مدينة ديترويت يوم عيد الميلاد عام 2009 أثارت فزع واشنطن التي وضعت خضطا من بينها التدخل المباشر في اليمن الحراك الجنوبي الذي بدأ سلميا خلال العام 2007 تحول إلى احتجاجات عنيفة ومصادمات مستمرة مع قوى الأمن في المحافظات الجنوبية وسقط على إثر ذلك العديد من القتلى ما أجج حم الصراع والاحتجاجات التي أخذت منها أكثر خطورة ومناطقية ضد أبناء المحافظات الشمالية أما حروب صعد الست فقد أثبتت الأحداث مدى عبثيتها واسترخاصها لدماء الجنود اليمنيين الذين اعتبرهم نظام صالح غير موالين لنظام العائلة وغير متناغمين مع فكرة توريث الحكم لنجله الأكبر ستة حروب كلفت خزينة الدولة الكثير واستبيحت فيها الدماء اليمنية بنزوات الحاكم الفرد لم تتوقف الحرب التي كانت تبدأ وتنتهي باتصال هاتفي من صالح على اتفاق شامل يعيد للدولة هيبتها وللجندي اليمني كرامة بل أهديت محافظة صعدة للميليشيا مؤتمرات إقليمية ودولية عقدت على مدى السنوات الأخيرة قبل العام 2011 لمحاولة انقاذ اليمن من الانهيار الوشيك ومنها مؤتمران عقد في العاصمة البريطانية لندن بحضور دولي مكثف وتركيز كبير على المخاطر القادمة من اليمن كان العالم الغربي يؤكد على أهمية دعم وتفادي الانهيار لكنه واجه مشكلة أكبر إذ أثيرت تساؤلات عن مصير الدعم الذي لم يجد طريقه إلى التنمية قضية ضرورة بقاء الرئيس علي عبدالله صالح في السلطة وحل لمشكلة الدورتين أنا أقول لك هذه قضايا رئيسية علي عبدالله صالح موضع إجماع داخل المؤتمر داخل المجتمع الدولي حتى المعارضة في الغرفة المغلقة انسدت الحياة السياسية بعد إقدام النظام على خطوات فردية مهددا بتصفير العداد الرئاسي والمضي نحو الانتخابات بشكل منفرد ما أدى إلى تحرك قوى المعارضة التي شكلت جبهة إنقاذ وأعلنت عن حركة احتجاجات سلمية شملت معظم المحافظات اليمنية زارت هيلاري كلينتون صنعاء في العاشر من يناير من العام 2011 كأول وزير خارجية أمريكي يزور اليمن منذ العام 90 بهدف البحث عن مخرج آمن للأزمة السياسية التي سببها نظام صالح وحاولت كلينتون القيام بدور وساطة بين السلطة والمعارضة وطرحت فكرة ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وكعادته حاول النظام المراوغة لكن شرارة الثورة فاجأت الجميع وانطلق هذير الجماهير المطالبة برحيل النظام